موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج المرافقة لدرجة الشاملة لتلميذ السنة الرابعة متوسط مادة اللغة الفرنسية سيونس 4 الحصة الجديدة التي سنتطر إلى اليوم هي حصة تتعلق بما يسمى السبب والنتيجة لكن قبل ذلك سوف نقوم بتصحيح التمرين الذي أعطيتكم إياه في الحصة السابقة بالنسبة للذين فاتتهم الحصة ما عليهم سوى الرجوع إلى الحصة التي قبل هذه الحصة وسوف أترك لكم الروابط في صندوق الوصف وفي التعليقات أما بالنسبة للتلميذ الذين أنجزوا التمرين أو التمرينين فأصني عليهم وأقول لهم قد أبليتم بلاء الحصنة واصفوا على هذا المنوال وسوف تنالون ثمارة العمل الذي تقومون به إن شاء الله Correction de l'exercice Il y avait deux exercices Le premier exercice concernant le champ lexical يعني التمرين التعليقات بحق الدلالي le champ lexical بالنسبة لمن فاتهو الدرس يعني تشارك في نقطة واحدة وهي أنها أه تجعلك تفكر في كلمة رياضة بي كلها حيوانات إذن الكلمة والإجابة هي هناك من ترك لي إجابة أخرى في التعليقات وهي كلمة زو وهي أيضا إجابة صحيحة ونقبولة L'exercice 2 بارلات رياضة في التعليقات هناك هناك فميه دمو يعني عائلة تتكون من هذه الكلمات لها نفس المصدر باستثناء كلمة واحدة والتي يجب عليك أن تقوم بشيط بها الكلمة هي بطبيعة الحال تخدمة لأنه ليس لها نفس المصدر إن لا تقوم باستثناء كلمة واحدة التي يجب عليك أن تقوم بشيط بها الكلمة هي بطبيعة الحال المصدرين 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 الأمر اشبه بقطعة نقلية أي القطعة النقلية لها وجهان شك كذلك السبب والنتيجة يعني لكل سبب نتيجة و لكل نتيجة سبب الأمر بهذه المسابة الآن سوف نتطلق لكل واحدة منهما على حدا بشيء من التفصيل نصر Highlight و لكل واحدة من التفصيل سبب نتطلق لكل واحدة من التفصيل السبب هو أنها مردم السبب العبارة هذه التي تبدأ من كلمة لأن الى نهاية الجملة هي العبار التي تدور على السبب c'est la proposition qui exprime la cause le rapport logique de cause لأنها مالتقية لسبب لأنها مالت يمكننا أن نعبع نفس المعنى بستعمال كلماتي وخا en utilisant un autre marqueur Amina ne peut pas sortir car elle est car elle est malade car elle est malade معنى الكلمة السابقة parce que دائما العلاقة هنا هي علاقة السبب والسبب يبدأ من هذه الكلمة car elle est malade يمكننا أن نعبع نفس المعنى بجملة أخر com amina amina ne peut pas sortir com تدور على السبب لكنها تدور على السبب لكنها تدور على السبب أيضا أو يطلب منك أن تسطر العبارة التي تدور على السبب أو يعطيك جملة مثلا فيها أن تعودها أي سؤال مهما كانت صيغته السؤال السؤال لا يتغير الصيغة فقط هي التي تتغير لكن المعنى هو نفسه ننتقل الآن إلى كلمات أخرى يمكننا أن نعبع عن السبب بهاتين الكلمتين هي البطر المحكرة لا يوجد هذه الأبعاد توجد الكثير لكن هذه الكلمات هي الاكثر استعمالا والاكثر تداولا كلمة الأولى تستعمل لما يكون السبب لكن ما هو الفرق؟ الفرق هو أن الكلمة الأولى تستعمل لما يكون السبب إجابيا أما الثانية تستعمل لما يكون السبب سلبيا مثلا يعني أخير الفاز أو نجح بفضل عمله الجديد ستنضع قليلا هذا التلميذ فشل أو رصد بسبب تكاثله إذن في الأول السبب إيجابي يعني لما نتحدث عن شيء إيجابي أما في الثاني نتحدث عن شيء سلبي نستعمل مثلا لما يتعلق الأمر بحادث مرور لقدر الله أو بكارثة طبيعية مثلا نستعمل ولا نستعمل بغاصة والتي معنى بفضل هذا هو الفرق الوحيد هذه الكلمات أيضا يمكننا أن نستعملها لتعبير عن علاقة السبب بالتعبير الآن ننتقل إلى الأشياء الثاني من الضرس وهو la conséquence مثلا مثلا أمينا مالد أمينا مالد أمينا مالد أمينا مالد إذن لا يمكننا أن تخرج يمكننا أن نعبر عن نفس المعنى باستعمل كلمة أخرى أمينا مالد أمينا مالد مالد نستعمل إذن تدردنا لتعبير cinwegة لتصدق تعبير ست HELP البحدي لا ترجع ثم لكن سيئة من المقضل نفس الشيء نفس الشيء إنه إلاي م لوضر لقد نفسي الموضر لكن ما نعوده نفسي من الموضر نسيس انا اختبار نسيس انا أخفر سيكون نكونا جدا نفسي نسي ينفسي لا يمكنها ان تخرج. هذه هي النتيجة. طبعا هناك كلمات اخرى يمكننا استعملها للتعبير عن النتيجة. لكن هذه الكلمات التي اعطيتكم اياها هي الكلمات الاكثر استعمالا والاكثر تداولا ويجب عليكم ان تقوموا بحفظها. وغالما ما يترحل السؤال عن اما السبب هو النتيجة. في امتحان الشهادة. فقد طرح في سنة الفين وعشرين في اخر امتحان شهادة. في سنة الفين وتسعة عشر وفي سنة الفين وثمانية عشر الفين وثلاثة عشر و الفين واثنى عشر. يعني سؤال هذا السؤال يتكرره كثيرا. والصياغ هي نفسها نفسها. اما ان يطلب منك ان تصدر العبارة التي تبنى. ادعون كلمات التي تبنى على السبب اون الفين. او ان تكون ادعون الكلمات التي تبنى على السبب اوني. او يطلب منك اعادة كتابتها باستعمال كلمات أخرى لها في سنة. انت اذا حققت هذه الثالثة يطلبك مثلا جملة الاولى يقول لك مثلا اكسprime نستطيع الزواجات والسلاغة من أجل العملية من أجل العملية وإنما تفعلها يقوم بحث كلمات ومتاح تتعاوضها بكلمات مطالعة أو بكلمات مطالعة هذا كل ما يفعله نستطيع أن تشعر هذه الكلمات كما تفعل الآن قبل أن ننتقل الى التمرير ترجمة نانسي قنقر الآن ننتقل إلى التنريه اجزرسيس الكيسيون الفرس سمعونت اكسفيمتها كوز أو كونسيقونس هذه الجمال على ماذا تدل للسبب كوز أو كونسيقونس المتجة كل ما عليك فعله ببساطة أن تكتب في التعليقات الإجابة كالتالية رقم السؤال بجانبه تكتب إما كوز أو كونسيقونس نفس الأمر بالنسبة للجملة الثانية والثالثة والراضعة ماذا تفعل للإجابة تبحث في الجملة عن الكلمة عن إحدى الكلمات التي تطرقنا إليها مثلا إذا وجدت لذلك 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 ترجمك المصدقات التي كفتح تتعلم كمات ملحظة فقط ملاحظة فقط كيف يلمس لفهم الحمال والمسلسة مضطرة لفهم معاني الكلمات كل الكلمات لتجيب عن هذا السؤال يكفي أن تبحث عن الكلامات التي تطرقنا إليها يعني يجب أن تكون ذكيا في التعامل مع الأسئلة يمكن أن يكون لك رصيدا بغويا محدودا لكن باستعمال ذكائب يمكنك أن تتعامل مع جميع الأسئلة هذا ما أصحبك به إذن قوموا بأنجاز التمرين وقوموا أيضا بمشاركة تنفيذها مع جملائكم ليستفيدهم أيضا أتمنى لكم حظا وفقا وإلى لقاء قريب في حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته